في أسوان بيتم تنفيذ مبادرة اسمها أسوان العلم الأقدر تم تتشين المرحلة الرابعة من هذه المبادرة اللي بتعمل على تنظيف وتطهير مجرى النيل كمان المبادرة دي فسانت بتستهدف يمكن أمور عدة من أهمها الحفاظ على البيئة وتقليل الأحمال البيئية السلبية وده لحماية النيل من تلوث البلاستيك والمواد اللي بتؤثر سلبا على البيئة هتكلمنا عنها بالتفصيل للبشمهندسة أسماء محمود مدير عام البيئة بأسوان أهلا بحضرتك مرة تانية صباح الخير على حضرتك أهلا وسهلا صباح النور يا فاندك أهلا بيكي صباح الخير عليك يا بشمهندسة عاوزين نعرف منك في البداية تفاصيل أعمال المبادرة البيئية والفعاليات اللي بتشهدها هذه المبادرة طبعا كلنا لمسنا جهود الدولة في التطوير الهاي الذي بيحصل في جمهورية مصر العربية بقيادة سيادة الرئيس عبدالسة الساحة في جميع المجالات وعلى جميع المحاول وكان على رأسها كان على رأسها الاهتمام بالبيئة طبعا دي كانت من أوليويات المحاول المهتمة بها سيادة الرئيس وكان واضح جروده سيادته والدولة في التطوير للبيئة تطوير والحفاظ على البيئة وكان من أهم محاول تطوير البيئة حل مشكلة الاحتباس للحياة طبعا تم إطلاق بمعرفة سيادته ووزارة البيئة مبادرة التحضر للأخضر دي كانت من كم سنة وقام بتعميم المبادرة على جميع المحافظات طبعا خلال إطلاق المبادرة انطلقت مجالات كتير ومحاول كتير تحت مسمى المبادرة التحضر للأخضر وكان من أهم الحاجات الواضحة اطلاق مبادرة 200 مليون شجرة زراعة 200 مليون شجرة على مستوى الجمهورية متعميمة على جميع المحافظات كان من ضمنها من المرحلة الأولى كان تم زراعة 125 ألف شجرة ظل ومسمرة في محافظة أسواب وتم زراعتها بالفعل في الحضائق العامة وفي الصرقات وفي الحضائق المغلقة واهتمت المحافظة برضو بالحفاظ على مبادرة دي عمل لجانة تنفيذية اللي امتبعت أعمال الزراعة واللي احنا نتصنن على أن الكلكة ماشية بالمصبوط الآن على قتال ماضي طيب باش ماندسة أسماء يعني النيل هو شريان الحياة لدى المصريين بشكل عام مين اللي بيشارك معاكم في تنفيذ أعمال المبادرة ده سؤال تاني حاجة إزاي بيتم رفع الوعي لدى المواطنين في أسوان إن هم محتاجين يعرفوا خطورة إن احنا نبقى بنلوس مياه النيل وأهمية إن احنا نحافظ على البيئة فبالتالي ننظف النيل من يمكن المشاكل اللي احنا بنشوفها دايما وعلى فكرة هي موجودة في محافظات كتيرة مش بس في أسوان نتمنى تعميمها هل في متطوعين؟ هو أصلا من بعد ما انطلقت مبادرة تحضر الأخضر انبثقت منها على مستوى المحافظة مبادرة أسوان العالم الأخضر كانت مقامة بمعرفة محافظ الأسوان اللي هو أشرف عقية وتنفيذ الإدارة العامة في شؤون البيئة طبعا عملنا كادر البيئة المفتدام أشركنا فيه الجامعة وطلبة وشباب وطلبة المدارس وجهات مجتمعية غير هدفة للربح وأشركنا كمان فيه جهات تنفيذية بحيث أن المبادرة تطلع بقوة وتتنفس بقوة وكان من أهدافها الأساسية التوعية والتشجير والاستدامة طبعا المبادرة أطلقناها في العام الماضي أو ما يقرب عام ونصف والمبادرة دي بتتجدد منعم الانطلاقات وإذنتات كل ثلاث شهور ربع سنوية استهدفنا في أول انطلاقة لها التوعية بالتشجير طبعا قمنا بتشجير ألفين شجرة مسنرة وظلم في الطرقات والطرقات المقابلية للمجارس نقدر نقول لي بش مواندسة أن هي مبادرة بيئية توعاوية في المقام الأول الهدف منها توعية المواطنين بالسلوك ووضعهم أمام مسؤوليتهم تجاه البيئة لأننا زي ما عارفين أن الموضوع ليس موضوع حكومات ولا دول لا هو الموضوع موضوع شعوب لابد أن نتكاتف جميعا في هذه المرحلة حتى ننجو من الآثار البيئية اللي يمكن فعلا زي ما قالت بس أنت بدأنا نلمس يعني التغيرات فيها بنشكر حقيقي البش مواندسة أسماء محمود مدير عام البيئة بأسوار اشتركوا في القناة